موسيقى من المنفى لعقود إلى الحكم لسنة أو سنتين هذا هو حال حركة النهضة التونسية بعد الثورة أو يكاد يكون الجدل حولها قائم خلال وجودها في الحكم وبعد الخروج من بعض رأى فيها المخلصة لتونس وأهلها وبعض وجد فيها عودة لعصور التعصب أو التبعية فماذا تقول الحركة عن نفسها في مواجهة ما يقول خصومها المرافع عنها اليوم قاد سابق ومحام متمرس يتقن فن القتال والمواجهة يعرف متى يقدم ومتى يحجم يدافع عن حركته حينا ويهاجمها في أحيان كثيرة لهو منها في تطابق تام ولهو خصم لها على أي حال عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية متحدثا عمّ لها وعمّ عليها فأهلا بكم عبد الفتاح مورو أبرز مؤسسي حركة النهضة عام 73 اعتقل مورو وراشد الغنوش بعد محاولة تنظيم اجتماع جماهري في سوسا ودخل السجن في أول محاكمة تعقد للإسلاميين في تونس عام 81 بعد الهجوم على مركز شرطة بابسويق عام 91 اعتقل مورو وقضى سنتين في السجن اعتقل مرة أخرى عام 92 فأعلن التعليق عضويته في حركة النهضة عام 2011 بعد عودة راشد الغنوش من المنفى قرر مورو العودة إلى العمل السياسي في العام نفسه ترشحا الانتخابات المجلس التأسسي ضمن قائمة مستقلة تحت اسم التحالف الديمقراطي المستقل إلا أنها لم تفز تم ترشيحه لمنصب مستشار في حكومة حماد جبالي لكن لم يتم تعينه عاد إلى حركة النهضة بعد مؤتمرها عام 2012 وتم انتخابه في مجلس شورى الحركة ونائبا لرئيسها أهلا بك أستاذ عبد الفتاح مورو أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بسادة المشاهدين لو بدأنا من من دهت إلي حركة النهضة بعد خروجها الآن من الحكم هل سقطت حركة النهضة؟ سقط مشروعها السياسي؟ لا أبدا يعني في النظام السياسي القائم على أساس التداول ليس غريبا أن يدخل طرف إلى الحكم وأن يخرج منه ويدخل عندما تتاح له الفرصة ويتهيأ لذلك ويخرج عندما تزول هذه الفرصة حركة النهضة حركة قامت على كونه حركة دعوية ثم تطورت تصبح حركة فكرية سمية لكنها لم تدخل ميدان السياسة الفعلية إلا منذ ثلاثة عوام فقط بعد حصول الثورة في تونس بعد أن قضت أربعين سنة بعضها دعوي وبعضها في المتابعة هذه الحركة وهي تدخل لأول مرة في حياتها المعترك السياسي ليس غريبا منها أن تتنصل عن هذه المسئولية لفترة من الزمن لترتب شأنها الداخلي تهيأ أوطروحاتها تهيأ كوادرها تفهم ما الذي يحصل في بلدها هل أفهم من كلامك أنها على باب مراجعات على باب مراجعات يقينا يقينا هذا أمر ضروري ضروري أن تراجع أداءها السياسي والفكرة الذي عمل في فترة العمل السياسي لو بدأنا واحدة واحدة أن تراجع في أدائها الفكري ما هي الأفكار التي ينبغي على حركة النهضة أن تراجعها هي أن تتمحظ للعمل السياسي إحنا إلى اليوم لم نضع حدا فاصلا بين الدعوي والفكري والاجتماعي والسياسي ونحتاج اليوم ونحن نخترنا أن نكون حزبا سياسيا أن نتصور أن الحزب السياسي هو الذي يشتغل بالعمل السياسي وعندما نختار العمل السياسي نعرض صفحا عن القيام بالعمل الدعوي لأن العمل الدعوي هو العمل التربي له من يقوم به له أسليبه له أمكنته حيث أدى ثم له رجاله العمل السياسي هو ليس العمل الذي نعلم من الدعوة والانطلاق من أن الإسلام دين شامل للحياة والآخرة وأنه يعد الناس لدنياهم ويعدهم لآخرتهم لا يقتضي مننا أن لا نتخصص نحن نحتاج إلى متخصصين في العمل السياسي يمسكون بأدوات العمل السياسي قادرين على فهم ما المطلوب منهم لكن سيد مورو الآن تتحدث أنت فيما يتعلق بمراجعات سياسية وليس بمراجعة فكرية يعني البعض يقول لا المراجعة الفكرية ربما تكون على أساس الطروحات التي كانت تحملها حركة النهضة قبل أن تخوض المعترك السياسي هي طروحات دعوية هي تحتاج أن تطورها طروحات أيضا فكرية هي رفعت شعار الإسلام هو الحل واتت إلى الحكم وخرجت حتى من الحكم وكأن الآن من يتحمل هذه المسؤولية هي الأفكار التي كانت تحملها حركة النهضة وليس حزب سياسي أولا للتصحيح فقط نحن في تونس سلم نحمل شعار الإسلام هو الحل لأمر عادي طبيعي هو أن هذا الشعار فضفاض ليس فيه محتوى والذي يقول الإسلام هو الحل كالذي يقول لمريض يتوجع بعض من أعضاء بدنه يقول الطب هو الحل طبيعي الطب هو الحل وطبيعي أن الإسلام هو الحل بالنسبة لأمة مسلمة لكن ماذا في الإسلام يقدر على حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها من المشاكل التي تعترضون كبلد نامن هل نحن قادرون على أن نفكك هذا الداء الذي يحيط بنا لندرك مواقع الخلل فيه ونأتي من الإسلام بما يصلحها هذا يقتضي مننا تخصصا ويقتضي مننا فهما ويقتضي مننا معرفة بالواقع واتصالا به ويقتضي مننا خصوصا لا أموما لأن هذه الشعارات العامة التي يمكن أن تجمع الناس في وسط فورة عاطفية لا تصلح لي تحول مشاكلها نحن مشاكلنا لدينا مليون عاطل على العمل من الشباب حاملي الشهائد الألمية هي إشكالية تونسية لكن أنا سألتك فيما يتعلق بحركة النهضة وكأنك تذهب به إلى مكان ربما الجميع متفق عليه البعض يتساءل أستاذ مورو فيما يتعلق بحركة النهضة يقول ربما هناك خلل حتى داخل تنظيم حركة النهضة هناك شخص واحد يسيطر على هذه الحركة بحسب ما يقول البعض هو الأستاذ راشد الغنوشي بحيث إذا ذهب الأستاذ راشد ربما تتفكك الحركة وتتلاشى وربما تنقسم إلى تيارات تتصارع فيما بينها خرج من حركة النهضة بعض الشخصيات أمثال أو على الأقل استقل من الأمانة العامة الأستاذ حمادي لجبالي ويقال أنه ربما ذهب لتأسيس حزب جديد أيضا ربما هو على قرب من حضرتك أيضا ألا يوجد هناك بالفعل خلل تنظيمي موجود داخل حركة النهضة أم أنها إشاعات من باب المناورة السياسية التي يمارسها بعض الأحزاب السياسية التي هي على منافسة أو خصومة مع النهضة ويقين أن جل ما يقال الآن هو من باب المناورة السياسية المقصود منها تضعيف جانب حركة النهضة واستبعادها من الساحة أو تبشيء صورتها لدى شعبها لكن هذا لا يخفي أن هناك إخلالات داخلية ينبغي أن نتفطن لها ونصلحها وأقول من الطبيعي أن الأحزاب الإيديولوجية التي تقوم على كاريزم المؤسسين تبقى مرتبطة بأشخاصهم أنت أحد المؤسسين نعم لماذا الأمر ينصب على شخصية الأستاذ راشد الغنوشي ولا ينصب على شخصية أيضا الأستاذ أنا أستاذ راشد الغنوشي مسك الجهاز كيف يعني مسك الجهاز؟ الجهاز يعني الجهاز الإداري هذه الحركة ليست حركة فضفاضة قائمة على أساس خطب وقائمة على أساس التزام وعلى أساس تراتبية داخلية وسر ومجموعات وهذه هي التي تمسك الأشخاص هذه نسمي الجهاز الأستاذ راشد الغنوشي هو المباشر لهذا الجهاز بالنسبة لأستاذ راشد الغنوشي كمؤسس من الطبيعي أن يبقى فترة من الزمن مؤثرا لكن الوضع الطبيعي بعد التأسيس وهو وضع الأداء أن نتحول عن الارتباط بالشخص إلى الارتباط بالفكرة إلى الارتباط بالمؤسسة ونحن بصدد التأسيس لهذه المرحلة التي أتصور أنها آن أوانها وحان حينها أنتم الآن في طريق هذا التحول تقصيد؟ نحن عفوا هذا ربما يتناقض مع تصريح لك سابق تقول فيه السيد راشد الغنوشي محاصر من المتشددين داخل حركة النهضة صحيح كيف يكون محاصر من المتشددين داخل حركة النهضة؟ هو بنفس الوقت هو الكريزما وهو من يقود وهو من يمسك الجهاز وهو من يحول الأمور إلى ما هو أفضل وأحسن وهذا لا تناقض بين الأمرين كيف؟ لأن أستاذ راشد الغنوشي عندما أراد أن يتفصى من تبعات الالتزامات التي قام بها على أساس ارتباطه بالجهاز بعض الوفيين لهذا الجهاز لم يدركوا هذه الخطوة التي أراد أن يقوم بها فأصبح يحاصرون هو يضيقون عليه والدليل على ذلك أن أستاذ راشد الغنوشي في الفترة الأخيرة من حكم النهضة مع الترويكا كان تراجع عن قضايا عديدة والمواقف عديدة منها الموقف ومن الأحزاب السياسية الألمانية الموقف من قضية من مجموعة من القضايا من بينها قضية نداء تونس وغيره والاتصال بقية الأطراف الموقف من الاتحاد العام تونسي للشغل هذه المواقف لم ترق لأولئك الوفيين للجهاز واعتبروا أن أستاذ راشد الغنوشي لا يعبر عن إرادة الحركة وأن يعبر عن نفسه فقط هذا قاله مجموعة من الوزراء ومجموعة من المسؤولين داخل الحركة لما فاجأوا من أستاذ راشد بهذه التصريحات ردوا عليه بأنه لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي هو تطور إيجابي بحسب ما تقول لدى الأستاذ بالنسبة إليه للأستاذ راشد الغنوشي نعم طيب البعض يقول أنه تنصلت حركة النهضة من يعني مبدأ أساسي كانت تخوض فيه الانتخابات وأيضا كانت تأتي به إلى الشعب التونسي وهو تحكيم الشريعة وتراجعت عنه وقال حتى في كلام واضح لأستاذ راشد الغنوشي يقول في الشريعة تفرق التونسيين ويجمعهم الإسلام والبعض يقول يذهب أكثر من ذلك يقول أنه حتى حركة النهضة لم تعد تتحدث عن عدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في الوقت الذي تكون في كل الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي أحد الأسس التي تعتمد عليها لكسب شرعية وهو معادات الصهيولية أما بالنسبة لنقطة الأولى لا أذكر أن حركة النهضة قدمت في مشروعها السياسي بند يتعلق بالمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية لا لأنها لا تؤمن بذلك ولكن لكونها تعتبر أن هذه القضية تطرح خطأا هذه ليست قضية تطرح اليوم نقطة نقطة أنتم مع تطبيق الشريعة في تونس كحزب إسلامي أم لستم مع تطبيق الشريعة أنا لو سألتك إيش هي الشريعة يمكن أن أرد عليك في ذلك لكن دعني أقدم اللمحة بسيطة صدى عن القضية نحن إن كان المقصود من الشريعة الإسلامية الالتزام بالإسلام قيما والالتزام بالإسلام مبادئ والالتزام بالإسلام أحكاما فهذا أمر حاصل من حيث النص في بلدنا كما حاصل في جول البلاد الإسلامية نحن قانون المدني المطبق في بلدنا هو 99% فقه مالكي مجلة الحقوق العينية 100% إسلامية المجلة التجارية 90% و95% إسلامية مجلة الأحوال الشخصية تترمح بين 90% إلى 88% من أحكام الشريعة الإسلامية طيب بشهادة العلماء القضية المطروحة في العالم الإسلامي اليوم ليست تبديل قوانين لا مش هذه القضية الذين يرفعون هذا الشعار يتصورون أن إشكال الأمة اليوم هو أنها ناقص أحكام إسلامية لا مش هذه القضية اليوم الأمة ناقصة كيان وجود أصلا الأمة الآن في صدد التحلل الأمة اليوم ليس لها الوجود الاعتباري المطلوب من الأمة الإسلامية الإسلام بالنسبة إليها تحول إما إلى تقوص عبادية لدى بعض أفرادها أو ذاكرة تاريخية لدى جلهم أتيتم إلى الحكم ولم تقدموا شيء إلى الشعب التونسي يقول البعض نعم صحيح صحيح أقول وضعنا في تونس يمنعنا نحن الإسلاميين كما يمنعنا وغيرنا من أن يقدم شيئا في فترة تحلل أشناء مدة ثلاث عوام تقريبا أنتم عارفين وأن وصلنا إلى الحكم في الفترة التي تخوف فيها الجميع من مسك الحكم الكل قال لن أمسك الحكم ليش؟ في بلد ستين في المئة من مخافر الأمن وقعت مداهمته وحرقها على يد من؟ على يد أفراد الشعب أفراد الشعب أفراد الشعب ليس من جهات تتأمر أه فضل لا هذا أن تتكلم عن الأيام الأولى لثورة في الفترة التي وقعت مدهمة المحاكم فيها وأنزل القضاة من منصات حكمهم في البلد الذي حصل فيه ستة وثلاثين ألف إضراب متتالي في قطاعات جميعها قطعت فيها الطرقات منع فيها المواطن أن يتحرك وقع تهريب داخل البلد وإلى خارج البلد ووسط كل هذه التحديات أنتم أتيتم إلى السلطة كان خطأ القدوم إلى السلطة في هذه الحالة لا كان لابد أن يأتي طرف ليواصل قيام الدولة الدولة تحتاج إلى مواصلة ولو بصبي صغير نحتاج أن مواصل الدولة وإلا تسقط الدولة تماما ضيع مؤسساتها نحن عملنا على المحافظة على الدولة ككيان ليس مطلوبا مننا أن نحل مشاكل تونس الاقتصادية التي تفاقمت في خمسين سنة أن نحلها في سنتين من الحكم هذا بالتأكيد يعني لا أحد يطالب حركة الله خلال وجوده في الحكم أن تحل مشاكل خمسين سنة لكن حتى التصور أو الخلاصة التي وصلت لها حضرتك لا يتفق عليها كثير من السياسيين وحتى المراقبين وحتى من هم ربما يعني ليسوا على عداء مع حركة النهضة يعني على سبيل المثال أبو يعرب المرزوقي الكاتب والباحث التونسي المعروف هو ليس على عداء مع الحركة الإسلامية على أي حال له توصيف خلال وجود حركة النهضة في الحكم نشاهد ما يقول ثم نريد منك التعقيم على ما يقول أكبر عيب وقع فيه الحزب الإسلامي الذي يحكم تونس بعد الثورة هو أنه يعمل بعكس ما توجبه الاستراتيجية الحكيمة فأصبح حكمه عملية غزو يرد فسادا منظام السابق بفساد من جنسه أجيب؟ تفضل أقول هذا كلام صحيح كلام صحيح كلام صحيح ليش؟ لأن حركة النهضة أتت والإطار الإداري لم يغير في البلد مؤسسات الدولة لم تغير في البلد وهي لم تتحمل أي مسؤولية أستاذ مورو؟ هي دخلت على وضع هذا الوضع تغييره يحتاج إلى جهود أطراف المتعددين الذين يؤمنون بالثورة ما الذي حصل بعد الثورة؟ هو وضع أن نتضامن نحن الذين اضطهدنا سابقا إسلاميين وغير إسلاميين علمانيين وغيرهم أن نتضامن لنضع المؤسسات المرجوة من شعب خرجا للشارع للمطالبة بإزالة المشتبل إن شغلنا بعضنا ببعض وحولنا هذه الفترة في فترة التأسيس إلى فترة التحطيم بعضنا وكأننا نتسابق لأن نبرز للشعب أني أنا خير أو أنت خير نحن ضيعنا الفترة الأولى من الثورة ضيعناها في خصام جانبي لم ينفع الشعب التونسي بل أبعده عن الهدف الملح أين أخطأت حركة النهضة في هذا الموضوع؟ في دخولنا في مهاترات قسمت الشعب إلى قسمين إسلاميين وعلمانيين وليست يا واحدة المسؤولة عن هذا تقصد خلال فترة الانتخابات؟ لا قبل حتى قبل الانتخابات من الأيام الأولى للثورة بدأ الاستقطاب في أطراف لم تتحمل أن يوجد إسلاميون في الحكم أو أن يتهيئ الإسلاميون ليصبحوا في الحكم عوضة أن تعرض الحركة صفحاً عن هذا الخطاب وتقول نحن لسنا الآن في وضع خصومة نحن جميعاً نجابه وضعاً يجب أن نصلحه إن ساقت في هذه القضية الاستقطاب هو مسؤولية الطرفين مسؤولية العلمانيين من جهة والإسلاميين من جهتنا وأنا لا أبرئ الإسلاميين من خطائهم في هذا الجانب كما لا أبرئ العلمانيين كما لا تبرئهم من الاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس خلال فترة وجودهم في الحكم وبرئ من؟ الإسلاميين؟ نعم من يستطيع أن يتهم الإسلاميين بأنهم اغتالوا طرفين من السياسيين ليطيحوا بحكومتهم؟ هو معقول؟ لأن العمل السياسي ليس عمل العقلاء الاغتيال الأول طبعاً نحن لسنا هنا بصدد الاتهام أستاذ مورو لكن من باب الجدل السياسي من باب الجدل السياسي آه ما هو من باب الجدل السياسي يقول البعض نعم قد يحدث هذا أحياناً لتقنع الشعب التونسي أن البديل هو التطرف وأن حركة النهضة ربما تكون أفضل بكثير من حركات أخرى أمثال أنصار الشريعة التي تم تأصنيفها على أنها منظمة رهابية بعد أن كان هناك نوع من التحالف معها خلال الانتخابات المنطق يقتضي أن أسعى لإسقاطي نفسي من الحكم هو ليس إسقاط هو من باب تعزيز أسقطنا أنفسنا ربما يكون خطأ في التقدير لا لا مش معقول يعني ما هي مصلحة أعمال العقالية حتى مسئولية سياسية أو لا أحد يقول مسئولية مباشرة شوف أنا نسقت معك في أمر ما كان لي أن أنساق فيه لأن هذا يقتضي مقدمة هل لدينا دليل على أن الذين قاموا بهذا الفعل من النهضة أو من تفعون من النهضة لا أحد قال من النهضة نسأل عن مسئولية حركة النهضة مسئولية إيش مسئولية سياسية مسئولية أخلاقية مسئولية حتى أمنية هل تم الكشف على من قام بمثل هذه الاغتيالات خلال وجودهم في الحكم سؤال أيضاً يطرح يا أخي المسئولية تقتضي أن ننظر إلى الفعل ومن رتبه إذا كان الفعل لم يتبه حركة النهضة هل لدينا دليل على أن هي دفعت له أو هيئت أسبابه هذا يقتضي أن تكون قد رتبت لاقتطاف ثمرة هذا الفعل أي ثمرة وراء هذا الفعل الثمرتان الضروريتان وراء هذا الفعل هي إبراز النهضة في أنها ضعيفة على مستوى الأداء الأمني وأنها تستوجب أن تخرج من الحكم وهذا ما حصل بالاغتيال الأول وهو ما حصل بالاغتيال الثاني طيب من قام بمثل هذه الأغتيالات؟ أنتظمي أستاذ أن يكون الإسلاميون في النهضة من الغباء بحيث يفعلون فعلاً ليركزوا في أذهان شعبهم أنهم غير قادرين على حفظ الأمن وأنهم يضطرون إلى مغادرة الحكم مش صحيح سؤالكم سيدي من المسؤول عن مثل هذه الأغتيالات؟ الذي قام بها أو رتب لها يا أستاذي الكريم أنت مش عارف أنه في الأيام الأولى من الثورة أزيلت المخابرات في إدارة الأمن وبقينا أكثر من سنة ليست لأحد معلومة عما يحصل على الساحة الداخلية والخارجية لتونس بلد يعيش بدون آذان وبدون أعين لا يرى ولا يسمع هذا حصل من أحد وزراء الداخلية الذين سموا بعد الثورة مباشرة أو بعد بشهرين أزال المخابرات أصبحنا لا نعرف من يتحرك على الساحة الوطنية أنا أقول حضرتك وأن الذين ساهموا في الاغتيال في من باشره والقضاء هو المسؤول عن إبرازهم لكن من حركه نحن دائماً بدنا نتحدث من المستفيد من هذه العملية أقول المستفيد من هذه العملية هم الذين يرغبون في تعزيز سطوة الأمن على البلد حتى لا يتدرع أحد بأن الحريات تقتضي أن لا مراقبة ولا متابعة للمواطنين لماذا تلجأ إلى التعميم أستاذ مورو حين يقتضي أن تكون الحقيقة واضحة وصاطعة لهول المصاب يعني عندما تقول أن جهات ربما تكون تستفيد أو تريد أن تعيد الأمن أن يتوغل ويتغول أكثر فأكثر في الشريع التونس حدد من هي الأطراف التي قامت بمثل هذه الأفعال وأسقطت حرقة النهضة إذا كان هذا الأمر بمثل هذه الخطورة الله أحترمكم أحترم المستمع الكريم لا أريد أن ألقي عليه بنتيجة ليس لي معطيات ثابتة عليها أنا أتحدث في الميدان السياسي بالتوقع لا يوجد جهة محددة في تونس معروفة ربما تكون هي المستفيد الأكثر أنا أسألك جهة سياسية الجهة متعددة اليوم القبضة الأمنية التي ترجع شيئا فشيئا بإحكام يدها على الحياة العامة يبرر ذلك بماذا؟ يبرر بقيام إرهاب في البلد الذي قام بالفعلة أليس هو الراغب في الوصول إلى هذه النتيجة؟ هل أفهم من كلامك أن حتى في ظل حكومة النهضة حين اتهم أنصار الشريعة بارتكاب هذه الأفعال أنك تبرئ هؤلاء رغم أن الحكومة اتهمتهم بالتورط بمثل هذه الاغتيالات؟ هي ليس للحكومة أن تتهمهم وليس لي أن أبرئهم الذي يبرئهم أو يتهمهم هو البحث القضائي القائم في البلد والذي بلغ إلى علمنا وأنا محامن بلغ إلى علمنا إلى حد الآن أن المسؤولين منتمون المسؤولين عن التنفيذ ينتمون إلى أنصار الشريعة وإذا كان هؤلاء ينتمون إلى أنصار الشريعة فهؤلاء مجرمون ومن حق الحكومة أن تصنفهم مجموعات إرهابية من حق القضاء أن يصنفهم من حق القضاء الحكومة هي طرف سياسي معادلة طرف سياسية أخرى هل أنتم ندمون على التحالف مع أنصار الشريعة خلال الانتخابات السابقة التي جعلت الصف الإسلامي في مقابل الأحزاب المدنية؟ لم يقع تحالف مع أنصار الشريعة أستاذ لم تكن تخرج الأعلام حركة الضهضة مع أعلام أنصار الشريعة مع أعلام حزب التحرير على اعتبار أن تونس بلد إسلامي في مواجهة تيارات حداثية لا تريد لتونس أن تكون ذات عروبة وذات إسلام؟ هذا الخطاب كنا نسمعه أساسا خلال الانتخابات لا 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 وكانت بعض الصور لا 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 انتظرني طيب إذا تتحدث عن تظاهرات ثقافية أو دينية تختلط فيها أعلام الإسلاميين فهذا ممكن خلال الانتخابات والدعوة إلى الانتخابات إذا الحديث عن الانتخابات أنا أؤكد لحضرتك وأنه لا لا التيار السلفي ولا التيار حزب التحريف شارك في الانتخابات أصلا بل إن أنصار الشريعة كانوا يدفعون إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات على أي حال النهضة لعلها هي أكثر الأحزاب التي قبضت ثمرت الثورة التي قابت في تونس فهل كان لها دور في إشعال هذه الثورة؟ أريد أن أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا نحييكم من جديد مشاهدينا في إسلاميون وبعد ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة بحييك من جديد أستاذ مورو سهلا كنت سألتك قبل الفاصل فيما يتعلق بالثورة التونسية لعل من أكثر الأحزاب تفاؤلا واستفادة من هذه الثورة كانت حركة النهضة والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الحركة شاركت بهذه الثورة؟ والله السؤال هذا غريب ليش؟ فضل حركة النهضة هي متكونة من مواطنين تونسيين منبثين وسط المجتمع تسلط عليهم أنواع من التنكيل كما تسلط على غيره من الفئات السياسية وكانوا هم آخر هذه المجموعات متابعة ويبدو أن مدة التنكيل بهم استمرت رتحا من الزمن يصلت قرابة لعشرين سنة شردوا في المنافع شردوا في المنافع ودخلوا السجون ثلاثين ألف مجزون في هذه الفترة تتصور حضرتك وأن هؤلاء الذين اعتدي عليهم والذين حملوا مرارة هذا الإقصاء والإبعاد والتنكيل والتعذيب لا يتحركون ضمن مجتمعهم لمقاومة هذا الوضع السيء لا أحد يقول ذلك لكن السؤال الذي يطرح نفسه لا هو في فرق بين أن لا تشارك لأنك عاجز عن المشاركة أو أنك متواطئ مع النظام السابق ولا أحد يقول أن حركة النهضة بطبيعة الحال أنه كانت متواطئة مع نظام بن علي ولكنها كانت عاجزة وغير قادرة ولما وقعت الثورة استطاعت أن تقطف هذه الثمرة طيب النقطة الأولى أن الإسلاميين كانوا ضمن شعب تحرك وهذا الشعب لم يحركه لا حزب ولا إيديولوجيا ولا طرف أبدا الذين خرجوا الشارع تونسيون لا فرق في ذلك بين الإسلامي وغير الإسلامي والذين حملوا الشعارات هم تونسيون شباب من التيار الإسلامي ألم يكن الأولى لهؤلاء أن يأتوا هم إلى الحكم وليس حزب سياسي عاش وكابد حياته في المعارضة في المنفى وبعيدة ربما عن المجتمع التونسي والله لو كان الدخول إلى الحكم عن طريق الأماني لكنت وأنا تمنيت وأنت تمنيت الدخول إلى الحكم تم عن طريق صندوق لم يشكك أحدهم في نتائجه اسألوا الشعب ما الذي يجعله ويختاروا الإسلاميين ربما لأنهم كانوا أكثر طنظمهم وغيرهم طيب أنا حصلت منك لا يعتبر هذا انتهازية سياسية لا لا كيف أنا طرحت نفسي على شعبي وشعبي اختارني ما معنى هذا؟ ما معنى انتهازية سياسية؟ يعني من حقهم أن يمارسوا اللعبة السياسية ضمن قواعد اللعبة المعمول بها هذا المتفق عليه لكن الشعب اختارهم لم يفرضوا أنفسهم على أحد ولم يفرضوا على الناس أن يغيروا آراءهم بالنسبة إليهم وهل كانوا على قدر المسئولية حين كانوا في الحكم؟ هذا سؤال ربما طرحناه على الأستاذ نبيل الرباعي وهو قياد سابق في حركة النهضة ينتقد بطبيعة الحال دخول حركة النهضة الحكم نستمع إليه ثم نريد منك التعقيم بعد الثورة كي رجعت الحركة للساحة السياسية أول حاجة اللي ممكن أنه تصير هي التقييم عليش احنا خرجنا من البلاد وعليش صار فينا هكا وعليش رجعنا هرا التقييمة تمشي كي رجعناها بعد أو بالأحرى رجعت حركة النهضة للساحة السياسية بعد الثورة دخل الطول للعمل السياسي وهي مش مؤهلة للعمل السياسي ومش مؤهلة للحكم أصلا أنه حركة في غياب 20 سنة على الواقع متاحها وكان الرموز متاحها لبرة خارج الملاد عايشين بعادة على الواقع التونسي خلها أنه ما تنجحش كان منصفا؟ أنا أريد أن أنسب هذا الرأي يعني أقول هذا صحيح من نسبة لحركة النهضة معقيلة الآن لكن هو صحيح من نسبة لكل الأطراف السياسية التي كانت متواجدة على الساحة لماذا؟ لأننا في الحكومة الثانية أو الثالثة حكومة الأستاذ الباجي قيد سبسي التي جاءت قبل الانتخابات نعم وقع الاتفاق على استبعاد أبناء التجمع الذي كان يحكم استبعادهم جميعا من الخيار الشعبي أقصاء سياسي أقصاء وهذا لم يتم بطلب من النظر تم بقرار من السيد الباجي قيد سبسي الذي كان يرأس الحكومة السابقة يعني أننا احنا اخترنا أن نستبعد أهل الخبرات جميعا مدامه قد عملوا مع النظام السابق واخترنا أن نترك المجال السياسي للمستجدين حركة النهضة لم تكن جزء من هذا الأقصاء لم تكن مشاركة في عملية الأقصاء أبدا أبدا طيب في بعض المعلومات لا أتركي لا لا هو في معلومة هنا نعم هو حضرتك في إحدى الاحتفالات بذكرى تأسيس حركة النهضة خرجت ودعيت خلال كلمة في كوادر النهضة لعدم أقصاء سياسي لأي طرف نعم وكانت الهتفات من قواعد النهضة ترد عليك على أنه لا عودة لنداء تونس ولا عودة للتجمع إلى الحكم ألا يعتبر هذا نوع من الأقصاء السياسي الذي مارسته حركة النهضة بحق أحزاب سياسية ومن لهم خبرة بالفعل هذا موقف ليس إقصاء لأن حركة النهضة عندها لم تكن سنت قانونة لكن تم ترجمته في مبعد لما وصلت إلى الحكم لا هي في الحكم قواعدها أقصطني من الحديث لأنها تطالب بإقصاء نداء تونس يعني تطالب بسن قانون إقصاء موقفي تبين أنه الصحيح لأن هذا القانون لم تستطع النهضة تمريره لكن أنا أتحدث عن الإقصاء منذ الثورة منذ الثورة تم إقصاء التجمعين من الحكم الذين جاءوا بعد هذا هم مستجدون في العمل السياسي الذين برزت أخطاؤهم هم الذين باشروا العمل الإسلاميون الآخرون لو باشروا العمل لظهرت منهم نفس الأخطاء لأنهم لا يتميزون عن النهضة بخبرة زائدة وبالتالي لم يحصل عملية أقصاء من قبل حركة النهضة على الأقل لم تمارس أبداً بل حركة النهضة في بداية الثورة كانت تقول نحن المؤهل أن يطلب من الشعب التونسي أن يثأر له هم الإسلاميون الإسلاميون لم يحيلوا طرفاً واحداً على المحاكمة لم يعطلوا أحداً عن الخروج من أرض الوطن كل القرارات اتخذت من قبل الحكومة السابقة للترويكا الترويكا اللي افتي فيها النهضة لم تتخذ أي قرار ضد خصومها ربما هذا يختلف إلى حد ما مع فيديو منسوب للأستاذة راشد الغنوشي يتحدث فيه خارج إطار الإعلام ويقول أن من يهيمن على البلاد هم العلمانيون وربما فئات من الجيش يهيمنون على الاقتصاد والسياسة والإعلام إلى ما هنالك ويحتاج إلى نوع من التروي في التعاطي مع هؤلاء هذا الكلام لا يوحي بنية مبيتة أو مبيتة لدى حركة النهضة لإقصاء بالفعل أو للوقوف ضد جميع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والمدنية بشكل عام طالما أنها تختلف مع خط التيار الإسلامي أو مع حركة النهضة بشكل عام أنا أفهمه في إطار أن كل من يدخل الحكم يحتاج إلى أدوات لتنفيذ سياسته إذا دخلت الحكم سوريا عن طريق اختيار وأجهزة مفاصل الدولة التي نسميها مفاصل الدولة يمسكها لا أقول مزاحمي أو خصمي وإنما يمسكها من يريد الإطاحة بي كيف يمكن أن أحكم؟ يعني بلغة أخرى هناك مفاصل الحكم إذا أمسكتها نجحت لا يمكن أن تحكم ويكون الإعلام معاديا لك لا يحصل إشكاله عندما تشوف أمليكا أو بريطانيا عمال ومحافظين هذا يروح لا يثأر من الثاني إذا أتى للحكم الذي يأتي لا يثأر من الثاني نحن في وطن اليوم العلاقة بين العلمانيين والإسلاميين علاقة عداوة العلمانيون في داخلهم يقبلوا بعضهم بعضا الاشتراكي مع الليبرالي مع اليساني والإسلاميون الإسلاميون لا يقبلون بهم لأنهم عنصر جديد دخل الساحة السياسية في العالم الإسلامي وهذا العنصر متهم بعمرين اثنين متهم بأنه رجعي في تفكيره وأنه شعبي متعصر في شعبه وأي طرف سياسي مخاصم لك لا يرضى لك وجودا إذا كنت متعصلا في شعبك يعتبرك وبالا عليه يجب أن يتمتع بنفس ما تتمتع بأنت من إمكانيات ولا أصبحت رقما صعبا بالنسبة إليه ألا يتحمل الإسلاميون مسؤولية أو جزء من المسؤولية في هذا المشهد دعني أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نرحب طبعا بالأستاذ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة الضهضة أهلا بك من جديد أستاذ مورو سألتك طبعا قبل الفاصل فيما يتعلق بما إذا كان الإسلاميون لهم دور أو يتحملون جزء من المسؤولية في المفاصلة ما بين العلمانيين والتيارات المدنية وما بين الإسلاميين بمختلف تياراتها من معتدلة إلى متشدتها أهم يتحملون مسؤولية في ذلك ليش؟ لأنهم خرجوا من طور إلى طور من طور المعارضة إلى الحكم كان يحق لنا ونحن معارضون أن نثير خلافات بيننا وبين أطراف المعارضة لنا في فكرنا هذه قضية مقبولة طيب لكن أن تصبح على سدة الحكم وتحكم شعبا بفئاته المختلفة فيجب أن ترتقي إلى مستوى الأمانة التي تجعلك تحقق مصالح الجميع وتبتعد عن إثارة الإشكالات الشخصية أو الإديولوجية التي تخالف بينك وبين بعضهم وهذا يحتاج إلى وعي يحتاج إلى وقت وأدركت حركة النهضة في تصوري والإسلاميون جميعا حتى في بلدان أخرى أدركوا خطأ التقوق على أنفسهم واعتبار أن الخيط الفاصل بينهم وين خصومهم هو خيط إديولوجي أنا في تصوري الخط الفاصل بيننا اليوم من يريد نهضة بلده وتقدم بلده ومن هو رجعي غير قابل لتغيير هذا الواقع المشؤوم الذي نعيشه في الإسلاميين رجعيون وتقدميون وفي الإلمانيين رجعيون وتقدميون وقضيتنا اليوم من يهب ليحقق للبلد كرامة أفراده استقلالية اقتصاده استقلالية قراره هذا تقدمي وقد يكون إسلامي وغير إسلامي نعم طيب هل في حركة النهضة تقدميون ورجعيون موجود سقور وحمائم لا مش سقور وحمائم هذا كموقف سياسي من يتوق إلى الغلة ومن يتوق إلى ما هي صفات الرجعيون داخل حركة النهضة الرجعيون الذين لا يؤمنون بمشروع تقدمي يعني مشروع يقدم الشعب إلى الأمام إلى ماذا يدعون داخل حركة النهضة يعني كيف نعرف هؤلاء كيف نميزهم الذين يريدون الحكم بأجل الحكم هل هم كثر داخل حركة النهضة؟ أنا أتصور أن في القاعدة عددهم أكثر مما هو في النخبة في النخبة لأن كل حركة فيها نخبتها فيها مفكروها في أصحاب الرأي فيها لا تحدث عن القيادة الإدارية لا تحدث عن القيادة الفكرية دائما بدلا المفكرون في أي حركة يكونون أوعى بالمطبات كيف يكون داخل حركة النهضة رجعيون وتقدميون ولا يكون فيها سقور وحمائم ممكن أن يكون فيها سقور وحمائم بمعنى كما كنت تتحدث عن قضية الإقصاء هناك من يرى الإقصاء أو من لا يرى الإقصاء موجود هذا هل تم إقصاء؟ وطبيعي هل تم إقصائك داخل حركة النهضة؟ تم لا أقول إقصائي وإنما عزلي كيف؟ عزلي بشكل فعلي موضوعي أنا معزول يعني رأيت نفسي غير قادر على أن أقود طيارا داخل الحركة من عزلك؟ من عزلك؟ الإدارة القاسية التي ترتب الأمور على أساس التزام وعدم التزام أنت عارف حركة النهضة لو قارنت بين مواقفها في سنة 70 ومواقفها في سنة 10 أو 11 أو 12 تجد البونة شاسعة يعني كان تفكيرنا في السبعينات غير تفكيرنا اليوم أفضل أن لا نحن نتطور نحو الأحسن نحو الأحسن لكن الذي سأني أنه عندما دخلنا الحكم توقف هذا الطيار التقدمي في أرهاننا بل أصبحنا رجعيين أكثر من اللزوء وبدأنا نرجع لأطروحات السبعينات والثمانينات تحلفنا وكأنه في خلفية عقليتنا أن المحافظة على الكيان تقتضي مننا أن نتقوقع وهذا خطأ المحافظة على الكيان تقتضي منك أن تنف ليس أن الخطأ أيضا أستاذ مورو وأنت عضو في حركة وحركة يفترض أن تكون منضبطة بأفكارها وطروحاتها ورؤاها السياسية وحتى بمواقفها السياسية وكثير ما يحسب عليك بأنك لك مواقف ربما تشذ وأسف على هذا التعبير كما يقول البعض عن سياق حركة النهضة ويسبب لها إحراجا وإزعاجا وأحيانا ربما يحق لها كما يقول البعض أن يكون هناك سوء فهم فيما يتعلق بتوجهات الأستاذ مورو لا أنا مواقف هذه قديمة ونيست جديدة وكنت أعبر عنها منذ القدم عندي مواقف من الثمانينات وأنا متميز بها والحركة هذه لو تضررت من مواقفها كانت تخذت في شأن الموقف اللازم ولكنها لم تتخذه بل أثبتت الوقاء أن ما حصل من مواقف لديها قبل أن تخرج من الحكم كان مطابقا تماما لما دعوت إليه قبل سنتين طيب والآن؟ أولا هذه عندما تحصل أنا أكون في غاية الراحة لا لأنني انتصرت بفكري وإنما لأن حركتي وجدت الطريقة التي يوصلها إلى الرأي الرشيد كيف يمكن للحركة النهضة إذا كان بالفعل كما توصف حضرتك أنه اكتشفت أنك كنت صائبا فيما كانت هي مخطئة به ويستمر عزلك بهذه الطريقة التي تشير إليها هي في الحقيقة لم تكتشف أني كنت على صواب اكتشفت أنها كانت على خطأ ويتدعي أنها وجدت الطريقة إلى صواب بجهد منها لا بجهد أحد أفرادها فتصبح القضية مخالفة وهل الآن الحركة على صواب فيما تقوم به بعد أن خرجت من المشهد السياسي من الحكم نحن ننتظر الآن لأننا الآن في مرحلة حاسمة وتحتاج منها حزما وفهما وأنا استأت كثيرا أن قواعد الحركة اختارت أن تؤجل مؤتمرها الذي قررته قبل سنتين وكنت أتمنى أن يتم هذا المؤتمر لأن هذا المؤتمر سيساعد على تقييم لفترة الحكم السابقة وعلى استبعاد من يجب استبعادهم وعلى إبراز أنفار آخرين ورفعهم إلى مستوى المسئولية أما الآن الحركة تدخل بعد خروجها من الحكم وقد أشعرت بخروجها أنها غير قادرة على المواصلة أنها بعد سنة ترجع إلى الحكم بدون أن تقدم شيئا جديدا لماذا خرجت ولماذا تدخل من جديد أنا كنت أتصور أن الذي ينقذها هي تلك الوقفة التأملية والمراجعة الذاتية التي تجعلها تقدم على ذكر أن هذا الطيارة أخطأ يبعد أصحابه وأتي أصحاب الناس آخرون هل يتحمل رئيس الحركة هذه الحالة الخاطرة التي تعيشها الحركة؟ كل قيادة حركة تتحمل بما فيهم أنت بما فيهم أنا يقين أين تقصيرك مع الحركة؟ لأنني أنا لم أستطع تكوين طيار ينعظل من أجل الفكر الذي قلته والذي تبينه أنه الأصح يعني هذه قضية مجموعة القضايا التي جعلت شرخا بيننا وبين الأطراف السياسية الأخرى كان موقفي فيها صائبا هذه قضية اختيار النظام عدم إقحام قضية الشريعة بالدستور عدم إقحام القوانين المتعلقة بالإيهام بأن هناك فرقا في الحقوق بين المرأة والرجل مراجعة كلمة التكامل بين الرجل والمرأة في الدستور التي أثرت ضجة اختيار النظام هل هو النظام جمهوري هل هو نظام رئاسي أو هل هو نظام برلماني هذه القضايا هي التي جعلت الشرخ يتسع بيننا وبين أطراف المعارضة الأخرى وجعلتنا نظهر في مظهر المخالف لكل العائلات السياسية وفي آخر مرحلة أصبحنا وحدنا ما معنى وحدنا؟ هل الأستاذ حمادي الجبالي الأمين العام للحركة ورئيس الحكومة السابق وأيضا سابق في أمانة العام للحركة هل هو قريب من هذا الخط الذي تمثله؟ هو الأستاذ حمادي الجبالي أعرب عن رغبته في مراجعة كثير من القضايا والخلاف حصل بينه وبين قيادة الحركة بنسبة ما حصل بعد 6 فبراير يعني اغتيال المرحوم شكري بالعيد لأنه عرض حكومة تكنوكرات والحركة رفضت ذلك لكنها قابلت تحت الضغط بعد ذلك حكومة تكنوكرات بدون قيادة نهضة وهذا غريب فتبين أن مواقل سيد حمادي الجبالي كان أرجح وأنه كان من المفروض أن يتابعه في هذا الرأي ولو حصل ذلك ما كان لحركة نهضة أن تخرج من حكم أصلا هل خروج أو استقالة الأستاذ حبادي الجبالي من الأمانة العامة للحركة هو بداية خروج تام من الحركة ومحاولة تأسيس حزب جديد مع الأستاذ عبد الفتاح مورو أرجو أن أسمع منك الإجابة في الحلقة القادمة شكرا جزيلا لك مرحبا سيدي على أمل اللقاء في الحلقة القادمة إذن مع الأستاذ عبد الفتاح مورو وأسئلة فيما يتعلق بالإسلام السياسي وحركة النهضة في تونس وكذلك الإسلام السياسي في عموم المغرب العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة